بمناسبة برضو كورونا جزء من الأطر اللي الدولة شغال عليها والمجتمع كله شغال عليها طبعا بنشوف الإجراءات اللي بتتخذ فيه الوقاية والتتبع للحالات الإيجابية أو المخلطة للحالات الإيجابية بشكل كل اختراف وكل تناغم ما بين جميع مؤسسات الدولة وده بشهادة أي حد كان قريب من أي حالة فبيشوف التعامل بيبقى عامل ازاي؟ ملف آخر مهم هو ملف المصريين العالقين فيه الخارج وهنا جزء مهم دايما بنأكد عليه أن الأزمة لا تتعلق بناس عندها إقامات في دول أو ناس بالفعل متعاقدة وعيشة في دول يعني واحد موجود كان عنده عقد عمل في الدولة سين وقاعد هناك بقاله شهور أو سنين مش هو ده اللي بيصنف مش هو ده اللي في الأولوية عند الدولة أنها ترجع أو وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج أنه يرجع لا اللي الأولى أن هو يرجع عريس وعروسة مثلا راحوا تايلاند وراحوا أي حتة وكانوا مسافرين بخمس ست آلاف دولار خلصوا خلصوا كانوا راحين يعودوا أسبوع بقالهم شهرين خلصوا فلوسهم أكلوا شربوا إقامة خلصت الناس دي ممكن تبقى في الشارع دول أولوية اللي راح يتعالج أو راح تتعالج برا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي حتة مش عارف يعمل إيه ما عندوش بيت هناك خلص الموضوع الفلوس والفند وكل حاجة ده اللي لازم يرجع إلى أول فالدولة من أول يوم وهي شغالة على البعدين دول وكل يوم بنشوف وهنشوف أمثلة للنماذج كتير من هذه النماذج بترجع مرة أخرى لمصر في متابعة لهذا الملف كل يوم الحقيقة النهاردة مثلا الرئيس عقد اجتماع مهم حضره دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حضره سيد وزير الخارجية حضره سيدة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج سيد وزير الطيران سيد وزير السياحة والأثار زي ما حرقكم شافين وطبعا سفر بسامراد المتحدث باسم الرئيس الجمهورية عشان يتم النظر ويتم التعرف من قبل رئيس الجمهورية على الحصر الشامل الرئيس اطلع على الحصر الشامل بعدد كل المصريين الموجودين أو العالقين في الخارج توزيعهم الجغرافي فين أحوالهم عاملة زي كمان الاستماع إلى عرض كل وزير مسؤول في ملفه عن فكرة رجوعهم وفكرة إرجاعهم إلى أرض الوطن وفق الجداول زمنية مع سلطات الدول اللي هم موجودين فيها لأن حضرتك ماينفعش تطلع الطيارة هنا من مطار القاهرة هب تخبط لها 7-8 ساعات عشان توصل أي حتة ماليزيا مثلا تنزل في ماليزيا كده يعني مع نفسها في الصحرة تجيب المصريين وترجع فيش حاجة اسمها كاف العالم ده فيه إجراءات في جداول فيه إختار فيه موافقة من الدولة الأجنبية أن هي تسمح بوبوط هذه الطائرة يكون فيه إجراءات احترازية ووقائية بتتبع كمان الرئيس النهاردة استعرض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة مع كل المواطنين العائدين إلى مصر لتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس بما فيها الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات تعقيم اختبارات كشف سريع كل حاجة الرئيس وجه في هذه المسألة بمواصلة الجهود الحالية لإرجاع وإعادة كل المصريين بين قصين وبنأكد للمرأة الألف العالقين في كل المرأة الجغرافية في أي مكان في العالم الرئيس النهاردة أكد أنه لازم يرجع طالما هو عايز يرجع وفق تصور متكامل الجوانب وخطة شاملة الدولة كلها شغالة عليها في هذا التوقيت وإن شاء الله الكل يرجع يعني في ناس كل يوم بترجع وأنا ليا صديقي النهاردة هو مجموعة من زملائه ورجعوا من إحدى الدول بيقول لي والله طب إحنا كنا في الدولة اللي إحنا فيها قاعدين في الفندق ما بنخرجش بقالنا شهر ونص ما بنخلطش أي حد قاعدين شهر ونص في الفندق وطلعنا من الفندق الأوتوبسات خدتنا طلعنا على المطار في هذه الدولة الطيارة خدتنا نزلنا المطار هنا في مصر تم الكشف علينا ما عندناش حاجة روحنا للفندق فالنبي عايزين نخرج من الفندق ونرجع بيوتنا هو كلامه طب أنت عندك مشكلة فأقول أنت عندك مشكلة في الفندق اللي إنت فيه قال لي بالعكس كل اللي إحنا عايزينه بنلاقيه أكل شرب كل حاجة كل حاجة كأنه قاعد هو في فندق خمس نجوه كأنه قاعد نزل أجازة فما فيش استثناء كل اللي بيرجع بيدخل على الفندق من بينهم من نوع